في هذا الفيديو سنعرف على افضل موهبة من اصول مغربية سعيدة في اوروبا. ابراهيم باي لاعب شوبان باريسان جرمان الفرنسي. في هذا الفيديو سنعرفه شكون هو ابراهيم باي. وبالاضافة سنعطيكم ثلاثة العوامي الاساسية اللي ستجعل ابراهيم باي يختار المغرب بدل من فرنسا. ولكن قبل ما اخليكم على الفيديو. لا تنسوا اشتركوا لايك الفيديو. والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي والكورة المغربية. بدون مقدمات وندخلهم مباشرة في الموضوع ابراهيم باي لعمر دياله فقط خمسة عشر سنة. من ام مغربية واب سينيغالي ولكن اللاعب يقدر يمثل لسدي المنتخبات. المغرب بلد الام والسينيغال بلد الاب وفرنسا بلد المنشا. ولكن حاليا اللاعب كيلعب مع المنتخب الفرنسي لأقل من سبعة عشر سنة. ابراهيم باي كيت تعتبر اصغر لاعب في تاريخ نادي باريستان جرمان الفرنسي يتم تسعيده لفئة الشوبة. اللاعب عنده بنية جسمانية قوية والصرحة هائلة ومراوغات خرافية. بالاضافة عنده حس تهديفي كبير. في عشرين ماتش لعب قدر يسجل ثلاثة وعشرين هدف ويعطى سبعة تمريرات حاسمة. بعد ما عرفنا شكون هو ابراهيم باي. غادي نعطيكم ثلاثة العوامل الرئيسية اللي تقدر تخليه اختار المغرب بدل من سينيغال وفرنسا. اول عامل اللي هو ام اللاعب. كما تعرفوه كامل اكتر ايدي المواهب. كي يختاروا بلد الام. على سبيل المثال يوسف الخديم لاعب شوبار ريال مادريد الاسباني. والسوفيان دويوب لاعب نيس الفرنسي. اللي اختاروا بلد الام. وتاني عام اللي يقدر يخلي ابراهيم باي اختار المغرب. واللي هي الجامعة الملكية المغربية. اللي ادخلت على الخط وبغاد تحسن ملف دياله. قبل ما يدير درجة كبيرة في الاعلام الفرنسي. بحال ملف ديال في الاعلام الاسباني. واخر عام اللي على الاقل يقدر يخلي ابراهيم باي اختار المغرب او الصينيكا. ابراهيم باي شخص يحترم دين دياله الاسلام. ويحب دين دياله ويحترم مبادئ الاسلام. الناس اللي متبعين حساب دياله على الانستغراب. غاد يعرفو علاش قلت هاد الهادرة. وكما كتعرفو كامل فرنسا تحارب الاسلام. واللاعبين المسلمين اللي درجت ان في هالتواقف الدولي فرضات عليهم عدم الصينيكا. وما ننسوش بان اللاعب دائما كيعبر على الحب دياله للمغرب. وبالاضافة مدير ابوني الباشر اندي ايم طاله مغربي اللي كتهتم بالمواهب المغربية. نتمنعو انه يختار المغرب حيشش بروزو لحندو واحد البروفايل ديال افريقيا. وانا تحق غاد يقدم اضافة كبيرة للمنتخب المغريبي.